مساع حثيثة من الرئيس هادي والتحالف لتفعيل البرلمان منذ أسبوعين مضت والحديث يدور حول دعوة عاجلة وجهت إلى أعضاء مجلس النواب للمجيء للعاصمة السعودية مقرونة بغموض حول مصدر هذه الدعوة ودوافعها اتضحت الصورة الآن الرئيس هو من يقف خلف هذه الدعوة وبإعاز سعودي بحسب ما يشير إليه مضمون التقرير المطول الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية وتضمن تفاصيل أفادت بأن جلسة تشاورية من المقرر أن تعقد بالرياض قبل عقد الجلسة الإجرائية التي لم يحدد بعد ما إذا كانت ستعقد في مدينة سيئون أو في مدينة مارب والمخصصة لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس الأهداف المرحة لدعوة أعضاء مجلس النواب تتمثل في حال توفر النصاب القانوني هي استعادة السلطة الشرعية من ميليشيا الحوثي وتأمين الغطاء الدستوري لأحدث تشكيل حكوميا أقدم عليه الرئيس وشمل إقالة رئيس الحكومة أحمد بن دغر وإحالته إلى التحقيق وتعيين الدكتور معين عبد الملك سعيد رئيسا جديدا للحكومة مصادر مطلعة أوضحت للصحيفة نفسها أن الرئيس عبد ربو منصور هادي أمر باستدعاء النواب الموجودين خارج مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وأن تفاهما تم بين الرئيس والقوى السياسية والحزبية قرر على إثره الرئيس تفعيل كل سلطات الدولة بما فيها إعادة تشكيل هيئة جديدة لرئاسة البرلمان من الأعضاء الموجودين خارج سيطرة الميليشيا الحوثية في الأيام القريبة المقبلة وفي إشارة اللافتة أوضحت تقرير أن الرئيس هادي يسعى إلى الدفع بنائب رئيس مجلس النواب الحالي محمد الشدادي الذي ينتمي لمحافظة أبيان إلى تولي رئاسة المجلس في الوقت الذي تطمح كتلة نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الموجودة في الخارج إلى تنصيب رئيس الكتلة والقياد البارز في المؤتمر سلطان البركاني مساع كهذه تكشف بنظر المراقبين الدوافع الحقيقية لأقالة بن دغر وتحييده ومنها رغبة الرئيس في ضمان بقاء منصب رئاسة مجلس النواب بيد شخصية جنوبية ومقربة من الرئيس بالنظر إلى الصلة الوثيقة للبرلمان بتقرير مصير السلطة الشرعية ولقطع الطريق على الكترة البرلمانية الموالية لجنح صالح من التأثير على صلاحية الرئيس ودوره خلال الفترة القادمة يأتي ذلك فيما تواصل الرياض وأبو ظبي مساعيهما لتمكين السياسيين المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام في جسم السلطة الشرعية وهو مخطط يهدف في المحاصلة النهائية إلى إنهاء دور الرئيس بالآليات الدستورية ذاتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر